طيب أرجع مرة تانية لأنه الموضوع الأهم بالنسبة لي فاكرين كلاتنبرج أو أيام كلاتنبرج لما لقى واحد مصري بيتحكم في لجنة الحكام وبيخبي جوابات من وراء وبيضللوا في المعلومات أنا معرفش إيه موضوع يعني كل شو حد يخبي ده جواب غير الجواب بتاعنا ده جواب تاني حاب أقول لكم عليه في وقته يعني جوابات حكام وتعينات وهذا الأمور بهذا الشكل يعني أول ما شاف كده عمل إيه أعاد تشكيل لجنة الحكام وشاله من إدارة لجنة الحكام وبقى بيدير بنفسه ولما ده ما عجبش بعض الناس في اتحاد كرة القدم تقفشه عارفين دلوقتي إيه اللي بيحصل فرضين في لجنة الحكام المصريين هم اللي بيديروا اللجنة وبريرة حتى هذه اللحظة ولا هو هنا ما شفناش لي أمارة أنا هذا البرنامج من أكبر البرامج الداعمة لوجود رئيس لجنة حكام أو خبير أجنبي في رئاسة لجنة الحكام ولكن فشل حتى الآن رهيب من بريرة مش شايفين شكل عام للحكام مش شايفين إيه اللي جاي مع كلاتنبرج كنا شايفين كل اللي كان بيحصل قبل كلاتنبرج بقى بيحصل تاني بعد ما كلاتنبرج مشي بريرة ما هو حتى الآن أنا بتكلم مع حضراتكم حتى الآن بريرة ما هو إلا واجهة عشان إحنا عندنا هو خبير أجنبي محدش عارف هو بيعمل إيه ومحدش عارف هل قراره من دماغه ولا لأ أنا اكتفيت بتوضيح بشكل عام في لجنة الحكام الفترة اللي جاية أنا بتابع الملفات دي وانا عندي ناس بتحكيني اللي بيحصل في الأعادات حنفتحه بشكل أكبر وبمعلومات أكبر وبأسماء زي ما تعودتم مننا في البيت الكبير وأتمنى أتمنى إن لو في كلامي بيتقال غلط حد يطلع يقولنا لا لا إسلام أنت كلامك غلط والكلام اللي أنت بتقوله ده أي كلام وبطاطس خلاص؟ أتمنى أن حد يعمل كده